اشتركوا في القناة منتهى القلم أن ترى أم أبنائها الخمسة يقتلون أمام عينيها والسبب أنها أمانت بالله تيقلي عرفتم النهاردة هنتكلم عن مين اسمحولي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتور عبلك كحلاوي أهلا وسهلا يا حبيبتي ماشتة بنت فرعون يا أمي بسم الله الرحمن الرحيم احنا كلمنا يمكن الحلقة السابقة عن الملكة الموسرة التي تتدفق حيوية وسعادة وحب وحياة ويسار أثي امرأة فرعون ولكنها اختارت الإيمان نعم النهاردة شخصية بسيطة وفقيرة ولكنها غنية بإيمانها وغنية بقيمها وعاشت كأنها فعلا ملكة متواجه ولكن في بيت صغير وخصوصا هي ملكة ليه لأن زوجها يشاركها الإيمان الله وزوجها يشاركها التقوى إذا اختلفوا بيجمحهم حب الله وجلسة طيبة كده يتعبدون سويا إذا اتفقوا فما أجمل هذه اللحظة كان بينهم محبة ربانية وبينهم دفء الحياة وبينهم رغبة في إطعام صغرهم اللقمة الحلال وكان البيت بسيط لكن كان زي ما بقولك منور بالرحمة وبالمودة وبالحب وبالسكن والسكن ده مش حاجة بسيطة السكن ده يدفع فيه كتير قوي وياريت ناس تلاقيه ويا مبيوت مبنية بطوبة دهب وطوبة فضة وما فيهاش لا سكن ولا فيها رحمة ولا فيها مودة لكن البيت ده بيت هذه المرأة الصالحة الطيبة كان فيه كل دعائم الرحمة والمودة والسكن والحب ورعاية الأبناء وأجمل شيء في الدنيا أما أسرة تجتمع على ما فطرت عليه الوليف ووليفته يحبوا بعض ويتعبدوا لله ويطلبوا من ربنا الستر والمدد ويربوا ولدهم ويعلموهم وهي تقوم بدورها وهو يقوم بدوره برضو من حظهم أنهم كانوا بيشتغلوا في قصر فرعون ويقرروا ويقرروا كأسيا أنهم يخبوا الموضوع ده تماماً وما حدش يعرف لكن الدنيا فيها شياطين وللباطل جوالات وجوالات وجوالات وأهل الباطل كتير برضو زي ما أهل الخير كتير فبلغوا فرعون أنه يعبد إله موسى زوج هذه المرأة زوج المرأة فبدون كلام استخدم كل أدوات البطش ثم قتله وترك الرجل اللي كان نورة البيت كما يقال دايماً المرأة وحدها تصارع الترمل وتجري على هؤلاء الأيتام الخمسة ولكن ماذا تفعل؟ هذا هو قدرها اللي هون على المؤمنة دايماً إن الدنيا قليلة وإنها لحظات قليلة اللي هون عليها دايماً إن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الصابرين وقال وبشر الصابرين وقال أولئك يلقون الغرفة بما صبروا اللي هون عليها إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع فما كان منها إلا قفلت بابها وفضلت في شغلها تؤدي عملها وتعود لصغارها تطعمهم وتحاول جاهدة إنها تمسح دموعها قدامهم وإن كان البيت نقصه الراجل اللي كان بيدخل الفرحة عليهم وكان بيدخل برزق كبير وكذا وفي يوم كانت قاعدة تمشت بنت فرعون هي كانت تعمل عند بنت فرعون كانت بتمشتها فوقع المشت فقالت بسم الله غلطت وقالت بسم الله فالبنت سألتها أتقصدين أبي فقالت والله يمكن لو قلت لها كلمة طيبة ربنا يهديها قلت لها لأ الله ربي وربك ورب أبيك فقالت لها تاني أتقصدين أبي قلت لها لأ الله الله الذي يملك الأرض والسماء الله الذي بيده الحياة والموت الله الذي يملك أن يحي ويميت الله الذي يملك الرزق الله الله حب تكسبها قالت يمكن أقدر أدعيها للطريقة لكن بنت فرعون فرعونة خدت بعضها وراحت لأبوها بلغته بما قالته هذه المرأة وكأن فرعون ليس ورائه إلا أنه يحارب المؤمن ساب الدنيا كلها وفض نفسه أن يحارب المؤمنين لكن الله غالب على أمره الشاهد بعت لها وقال لها إلا قلت فقالت لها قلت كذا 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 قال لها طب رجع عن كلامك قالت له ما أقدرش الإيمان في كاي قال لها حقتلك قالت له الإيمان ما أقدرش ربي حسبني ما أقدرش أنا عرفت الطريق ومن ذاقه عرف فاشتد الكمد والقهر لدرجة أنه أمر بقدر يملأ بالزيت ويغلى الزيت إلى أقصى درجة نعم يا أمي وجاب أولادها الخمسة قدامها وجاب الكبير الولد مش متخيل الزيت اللي فاير قدامه ده معقولة بيهدده أكيد أكيد مش ممكن يعني حيستنفر فيه رحمة حيستنفر فيه أي شيء فالولد يقول له أمه معقولة حقلقى في هذا الزيت تقول له أصبر يا ولدي المهم فضل يحاول معاها أنها ترجع عن إيمانها قالت ربي يا الله رح ماسك ابنها قدامها لم يرحم صراخها ولم يرحم صراخ الصبي ولم يرحم حتى يعني حتى اللي قاعدين مش قادرين يستحملوا هذا الموقف وألقاه في الزيت وفجأة داب لحمه وبقي عظمه وفضل يغلي في الزيت لحد ما أصبح على وجه القدر العظم وقد بيضى تماما بكت سرخت بكوا أولادها لكن من يسمع ومن يشعر وهو شيطان رجيم المهم بدأ نفس الشكل تاني ومسك ابنها التاني هترجعي ولا أحدفه في النار في القدر قالت له ربي يا الله ما كانش قدامها حل مش قادرة ترجع لأنها تزوقت الإيمان ومش عارفها ترجع تاني كان ممكن قوي يعني تفتدي تفتدي أولادها بكلمة تنجيهم لكن عارفة أن فرعون في كل الأحوال حيقتلها وعارفت أن الحياة مرة واحدة وعارفت أن هي حتموت مع أولادها مش حتترك في هذه الحياة لوحدها فابنها التاني بقى يصرخ وخايف من قدام عينيه عظم أخوه على القدر ورغم هذا عملوا نفس الحد وتشلوه ورموه في القدر ولم يرحموا صراخه ولم يرحموا بكاها ولم يرحموا دموعها وفي سوان داب هذا اللحم وبقي العظم الذي تحول إلى مد بيضاء فوق الإنان نفس الحالة في الطفل الثالث خمسة يا أمي نفس الحالة في الرابع حتى الرضيع إلا على سديها خدوا منها ولسه طعم الحليب في بقه ولسه جزء من شعرها في إيده ولسه دموعها على هدومه الذي تعجبت منه أنه نطق في مهدي قال لها لا تحزني يا أمي أنت على حق طم منها لا تحزني يا أمي أنت على حق ثم ألقوا به في النار وحدثة له وحدثة لإخواني هنتوقف عنده هنا يا أمي القصة صعبة جداً ومؤلمة جداً الواحد مش قادر يتخيل أن ممكن ملك يعمل كده ومش قادر يتخيل أن ممكن أم تصبر الصبر ده هنتوقف لفاصل ونرجع نكمل حواره ومازلنا مشاهدين الكرام بنتكلم عن ماشطة بنت فرعون والقصة الأليمة الصعبة لحضرتك كنا لسه بنحكيها وفرعون قذف أبنائها الخمسة داخل قدر المغلي بالزيد أين قصة امرأة صابرة صالحة انتهت قصة امرأة فضلت أنها تخرج من هذه الحياة الدنيا زي زوجها ومع أولدها لأن هذا الرجل هذا الفرعون الظالم الذي تجرأ على كل مؤمن بهذه الصورة فضلت أنها تصعد ولا تعرج بروحها إلى السماء هي وأبنائها والشيء الجميل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء اجتم رائحة طيبة فلما سأل عنها قالوا أنها ماشطة بنت فرعون وأبنائها فيكفي أنها عيشة في الجنة عبارة عن عتر عيشة في الجنة تتنسم عبير الجنة هي واجتمعت هي وزوجها وأولدها واجتمعت بقى مع الصديقين والشهداء واجتمعت مع الأنبياء وهذا هو المقام العظيم الذي نروه جميعا في خاتمة هذه الحياة الدنيا أمي كوتايز أحراتك سؤال هل يجوز لو واحد مش قادر يستحمل العذاب ده يعني مكانها لو حب أنه يتراجع أو حب هل يجوز كده شرعا ولا ده حرام أصدق إيه يتراجع يعني يساعد ما الملك بيقول كفري بالله هل يجوز أن تقوله أي شيء يرضيه وقلبها مطمئنة بالإيمان والله يا بنتي هي درجات والإيمان درجات نعم وطاقات نعم فيه ناس عندها قدرة على الاحتمال وفي ناس ما تقدرش نعم وربنا سبحانه وتعالى حتى بيتسامح في هذا وأمر أنه يعني اللي يتعرض يعني أجاز اللي يتعرض لمثل هذا الأمر إن أراد أن ينطقوا بالكفر شو في أكتر من كده ولكن هناك زي ما بقول لك درجات درجات رفيعة في مقام الصديقية وفي مقام الصالحين وفي مقام الشهداء وفي مقام الأعلى الأنبياء وفي مقام أدباء الأمثل فالأمثل فالأمثل واللي بيحصل في الدنيا النهاردة على فكرة قريب من ده صحيح يمكن ما بيترموش بقى ولا حد بيرميهم في زيت ولا في ولكن اللي بيقتلوا في ميادين الشهادة في حرب ولا في ثورة اللي بيقتلوا نتيجة تهور سواء واحد سايق بصورة عنيفة موت أسرة بأولادها أنا أعرف رجل أحسابه على خير والله كان واخد عربيته وولاده أربعة وزوجته أستاذ كبير في الإعلام زوجته أولاده وواحد ساكرة ضرب العربية موت ولاده كله أعوذ بالله وعاش بعدهم وقدامه وهو اللي عاش وفضل صبر وصبر واحتسب فينا يصبر وأفضل صبر واحتسب بشكل غير عادي بشكل يعني أنا بعتقد أن الناس دي بيبقى لها مقام ومقام عالي فإحنا النهاردة بنشوف نفس الحواديد بس مش بصور مختلف بس بصور مختلف أنا هتوقف أيضا يا أمي عند نقطة أن هي غارت على دينها لما المشت وقع منها وخدت وقالت بسم الله وقامت بنت فرعون قالت لا تقصدين أبي مش تسكت بقى وخلاص لا غارت في غيرة على الدين ووضحت لها في حب أنها يمكن تسلم معاها يعني يمكن دا كان مقصدها وفي نفس الوقت هي على الفطرة ما عندهاش حل تاني وما تعلمتش حل تاني وما تعرفش أي حلول أخرى ما تعرفش توارب يعني فيه ناس وده التنوع اللي موجود حتى لحد النهاردة فيه ناس بينفزوا بالزبط بيدهم أي مسميات بقى مثلا بس بينفزوا من غير تفكير ودي محمدة مطلوبة وفيه ناس بتتروى وبتتفكر ودي برضو مطلوبة مففوض ان احنا لو كلنا يعني عملنا كده ما فيش حد يبقى كلنا حنترمي في الزيت ففيه ناس بتفهم يعني ازاي تحافظ على دينها بأي صورة من الصور عشان كده فيه التقية إلا أن تتقوا منهم تقاتن ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد إنما هي بفطرتها تصرفت وأيضا حتجازة خير الجزاء على ده وبفطرتها فهمت وعشان كده يعني ما تكتفتش إنها تقول اللي يعرف مش كل الناس تقدر تتزوق هذه المحبة كان فيه مقولة طيبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت منذاقة من خالص محبة الله أغناه ذلك عن طلب الدنيا وما فيها فهي تزوقت هذه الخالصة من حب الله ناس كتير ما تحسهاش نعم ناس كتير بتنفذت المطلوبات لكن من جوه ما حستش حلاوة هذا التزوق ناس كتير يا أمي في بلاد الغربة في البلاد الغير الإسلامية بتتكسف إنها تقول إنها مسلمة ده حسن يفتكروا إنها إرهابية يفتكروا إنه إرهابي فما بتسكت ما بتقولش حاجة مش زي بقى ماشطة بنت فرعون اللي أعلنت إسلامها وقالتها وبمنتهى الوضوح والصراحة عشان كده بقولك يا محتاجة قوة وعزيمة محتاجة شخصية وزي ما انت شايفة امرأة فرعون كانت شخصية لها دورها الكبير المؤثر اللي مغيرتش كلامها نفس الحدوتة ولما نشوف أمهات الأبياء أم مريم بعد كده حتلاقي إزاي صبرت وإزاي احتسبت وإزاي ربنا سبحانه وتعالى مدها بالمعجزة اللي تنقذها من هذا يعني من كيد الشياطين ونفس الشيء عندما نطق الصغير أنتقه الله سبحانه وتعالى بتلاقة قدرته الطفل الصغير اللي لسه بيرضع هو اللي نطق عشان يطمنها أنها على حق حتى لا تزهل ممكن يجيلها زهول طبعا فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا نقوي نفسنا ويرطف بينا أمين يا رب العالمين شوفي أنا مش هتحك عليكي وقلت أنا عملة بالعكس أنا أنا أست ضعيفة قوي قوي وابكي على أي حد تعبان وبنطلب من ربنا المدد يعني أنا واحدة من الناس بطلب المدد وربنا يلطف بينا وربنا ما يعرضناش لاختبار وأصعب اختبار في الدنيا اختبار فقد الدنم فربنا يا رب يا رب تلطف باللي ربنا بتلاهم باللي بتنوا وما تعرضنا لهذا الاختبار وأنا بقولها بمنتهى الصدق حتى قبطت الآن فأنا صادقة فيما أقول يعني ما قدرش أكون أبداً زي هذه المرأة ما يملوكش فهي طاقات وقدرات هو ربنا بيدينا على قد قدر التحمل هي طاقات ربنا يعني يلطف بينا نعم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة نعم اللهم ارزقنا وتخفف علينا من البلاء يا رب نعم اللهم اخفف عنا البلاء نعم كل أم دلوقتي بتتفرج علينا وكل أم ربنا يصبرها فقدت ابنها مشتت بنت فرعون فقدت خمسة وفقدت خمسة وإحساسها الداخلي إن هي تعتبر السبب هي لو رجعت في كلامها هيفضل ولادها في حضنها تقولي إيه لكل أم فقدت ابنها يوم في اختام حلقتنا أقول لها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الصبر ده له جزاء كبير قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى هقول لها وابشر الصبرين هقول لها لكي بيت الحمد في الجنة هقول لها إنت ضمنت الجنة هتلاقي ابنك ولا بنتك ضناكي هتلاقيه مستنيكي على باب الجنة هقول لها إحنا حياة قصيرة قوي وعشان كده إذا حبيت ابنك حبيه في الله حبي ربنا قوي قوي وحب ابنك فيه لأن إحنا كبشر يجري علينا الموت ويجري علينا الفناء ويجري علينا المرض لكن الباقي هو اللي لازم نتعلق بيه نعم يقوم ساعتها حنلاقي العوض وحنلاقي من ربنا سبحانه وتعالى خير معين وخير سمد شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة ماشتة بنت فرعون من خير نساء الأرض بطلب منكم تدخلوا على موقع القناة www.eqra.com وحتلاقوا جزء بخير نساء الأرض تدخلوا على كل شخصية وتواصلوا معنا أشكركم وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة